موسيقى وأشهد جلالة الملك المعظم خلال اللقاء بما تم تنفيذه من مبادرات من قبل الجهات المعنية بما يكفل الحفاظ على نجاح موسم عشراء وفق خصوصية المجتمع البحريني ومرتكزات هويته الجامعة الأصيلة التي يزينها التعايش ويميزها التراحم وتماسك نسيجها المجتمعي معربا جلالته عن تقديره لجهود وزارة الداخلية وما عكسته تصريحات رؤساء المآتم من وعي ومسئولية وطنية وحرص على الحفاظ على نجاح موسم عشراء باستمرارية خصوصية النهج البحريني في إحيائه منويها رعاه الله بكافة الخدمات الأمنية والمجتمعية ودقة وسلاسة التنظيم وإحاطة الشعائر بالعناية والمتبعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية ونظام كما أكد صاحب الجلالة أهمية تحري الدقة عندما يكتب تاريخ البحرين وأهل البحرين وأن يتم الاعتماد على المصادر الموثوقة مؤكداً أيده الله أن هناك بعض ما صدر من كتب في ظروف وأوقات معينة والتي تتناول جوانب تاريخية معينة لا يجب أن يعتد بها كمراجع تاريخية لكونها لا تستند إلى مصادر موثوقة ولا تحظى بالإجماع وغير الرصينة ولم يؤخذ بها في أي وقت من الأوقات اشتركوا في القناة